الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونأوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فننتجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو سبحانه حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن حبيبنا وعظمنا محمد بن عبد الله عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذريته الطيبين الطاهرين وعلى كل من تبعه وعلاه بإحسان إلهي والدين يقول الله جل وعلا وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول الله جل شأنه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم ربنا اجعلني وإخوتي هؤلاء وأخواتي من الفائزين نسألك يا الله في هذا الجل المبارك التقى والنقى والعفاف والكفاف والغناء عن الناس ربنا اخفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا ثبت قدامنا وانصرنا على أنفسنا وعلى القوم الكافرين أما بعد عباد الله لازلنا مع حديث جبريل فتكلمنا أو وقفنا في الجمعة الماضية عند بياني أن الدين ثلاثة أصول أي أن الدين إسلام وإيمان وإحسان فقلنا أن الإسلام إقرار باللسان وأن الإيمان استقرار في القلب وتطبيق بالفعل وأن الإحسان استحضار أي أن يستحضر العبد الله سبحانه عز وجل في أعماله وفي أفعاله وفي أقواله وفي حركاته وسكناته فالمحسن إنسان مؤمن مسلم والمؤمن إنسان مؤمن مسلم وليس المسلم مؤمنا ومحسنا فدائرة المسلمين دائرة كبيرة في هذه الدائرة نجد جميع من نطق بأن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء عن صدق أو عن غير صدق ففي هذه الدائرة نجد المسلم الذي لا يصلي ونجد المسلم الذي يرتكب البدع ونجد المسلم الذي يرتكب المعاصي ونجد المسلم الذي يشرب الخمر ونجد المسلم الفاسق ونجد في هذه الدائرة كذلك المنافق الذي يدعي لا إله إلا الله بفمه فهذه الدائرة هي أوسع مما يكون من الدوائر الأخرى أنا أقول أنه سنعطينا إن شاء الله سنعطينا ونجد المسلم جيدة لحديث ونجد أن نعرف ونحن نتعرف ونحن نتعرف ونحن نتعرف ونعرف 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 تحديث نحن نتوقع لدينا خلالة ودخلق العلاجي المحادثة هي المحادثة هي المسلمين المسلمين والسلام ومعه 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 حسنة التسرaine , إحسان سيكون ، هو إعطسين الهيور . شخصي إليه في المستقبل ، هو إلى أعرف فيه السياسي. وليس لفعل هو إليه 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 وليس إليه إليه قريم. إليه 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 أعرف وليس إليه 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 التسرى في المستقبل ، لأنها قمت بتاً بل الإسلام قام بشأن تريد أن يقول لتحصى هاتف الدماغة الأرض هو النوع تطعق في الملائكة لماذا الأرض يعمل في القرارة ويأش أن يشفر على منحالة ويأش تشفر على منحالة عليك هذا الترجم في السبيل أن يكون حالة تشفر على منحالة الإحسان إنها تشفر على مرحلة إنها تشفر على صفر هي في الارتع والفعل كيف يمكنك الله هذا يمكنك الدخول ومكيف يمكنك الدخول في كل قلقة نفعل في كل الثقة نقول في كل الحقيقة يمكنك الله وهذا كذلك فالحديث المسلمين وهذا العجب هذا العجب المسلمين الذي يسمع بعض المسلمين وคولتي المسلمين إنهم ي Pollان give Würadan وتعالت وجبه نعم؟ لقد جعلوا أيضاون الإيمانية يكلهم بال supporting لقد اوجد أخ peer إنهم من فوق إنهم failure للمسنس إنهم يقولون وق Senة نظر ہوا في القدر وحقاولة خاصة نحن لمذات لإذن الله نحن نحن نقول أنه تريني جميع من نأكل بن sponsor وليس محنًا لأكثر محنًا لأن ذلك واعتقد ألا وحن جل أنه يس هو واليقيد وإليس الذي يعرف الذي يعرف أدنه الذي يعرف أو يدنه الذي يعرف أدنه لأنه وضع آسازح ونحنًا سيكون رتبئي وركمنسي سيكون 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 كيف نعرف الإيمان يقول الله كيف نعرف الإنسان المؤمن قلنا يمكن أن نحكم على الناس بأنهم مسلمين لكن لا يمكن أن نحكم عليهم بأنهم مؤمنين يقول الله جل وعلا في كتابه العزيز في سورة الأنفال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تنيت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ويوتون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق الكريم في هذه الآية الكريمة الله سبحانه أز وجل يعطينا المثل الحق للمؤمن من هو المؤمن يقول الله جل وعلا إنما المؤمنون إنما أداة حصر إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله ذكر الله الذكر الصلاة ذكر قراءة القرآن ذكر الاستغفار ذكر الدعاء ذكر كل العبادات ذكر إذا كان الإنسان يصلي فاستحضر الله فجاءته الرهبة والخشية في قلبه فكان الإنسان يقرأ القرآن فتدبر كلام الله ودخلته الرهبة والخشية إذا كان الإنسان يذكر يستغفر الله باستحضار يدعو الله وهو متيقن بالإجابة فكل كلمة ذكر لا تنطبق فقط على التسبيحات والاستغفار وإنما هي الصلاة وإنما هي الزكاة وإنما هي الزوم وإنما هي الحج وإنما هي جميع الطاعات وجميع العبادات كيفما كانت نحن نحن نعرض مستغفار يسمى أنه مناقب قد لا يقول أن شخص مناقب قطعة من قائل إننا مناقب قطعة من قائل ولكن كيف نعجل هذه الفي لكن كيف يمكن أن أعلم أن أحدهم الله سبحانه عز و جل يقول في سورة الانفال في 2-3-4 يقول المصادرين يتذكرون أنهم يصبعونهم في أكثر سبباً عندما يتذكرون الله وعندما يتذكرون أنهم يتذكرونهم يتذكرون أنهم يتذكرونهم ويجعلونهم في الله تابعوا الجواف ويقوموا بكتلك الناس ويقوموا بكتلك الناس ويقوموا بكتلك الناس يتملون لهم هم سيطرهم أهل إلى أقال ، وهم تتعية ، وهم تتعين ، وهم يتعين لمنون خلالة المسؤولة ، وهم يتعينوا لهم ، وهم يتعينوا لهم لا يستطيع التعليفة الله أو الإنجابة لا يستطيع التفكيرات أو التسبيح ويقفة التعليفة في عربي يغلق على كل شيء تغلق على الكتابة هي الإنجابة إلى الله الزكتة هو 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 عدد يجب كل شيء الاتحزيزان الاتحزيزان كل هذا هذا هو الديك وكما في فرصة وقد تستطيعها الله عزيزان في فثير هذا الدكرة لبني علم انه جدا إنه المجتمع ستجعله وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا يعني من خلال هذه الكلمات النيرة في كتاب الله العزيز يتبين أن الإيمان شيء يزيد وينقص إذا تليت عليهم آيات الله إذا ذكروا إذا رأوا آيات الله في الأفق أو في الآفاق زاد إيمانهم إذن الإيمان شيء يزيد وينقص الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني الإيمان ليس فقط بطول اللحية وقصر الملبس أو العمانة أو غير ذلك الإيمان ليس فقط بالمظهر الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل الإيمان وكره القلب فإذا كان الإيمان راسخاً ثابتاً في القلب مترجماً بالأعمال فهذا هو الإيمان إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم فإذا الإيمان شيء يزيد وشيء ينقص إذن الإيمان ليس فقط قول كما يقول بعضنا الإيمان في القلب صلي إلى الإيمان في القلب هذا قال هذا القول قيل من قبل قيل من قبل كانت هناك فئة تسمى المرجئة قالوا الإيمان قول وليس فعل أي أرجاءوا العمل بمعنى أخروا العمل وأجازوا وأباحوا المعصية قالوا ما دام أن الإنسان مؤمن والإيمان في قلبه ويعرف الله فيرجى من الله أن يغفر له فاعتمدوا على الرجاء وتركوا النصف الثاني الذي هو الخوف والعمل فأرجعوا الأعمال فقالوا ما دام أن الإيمان قول فإذا قال الإنسان أنه مؤمن يكفي هذا وهذا يقوله بعضنا اليوم لا الإيمان قول وفعل واعتقال كما قال الإمام البخاري في كتابه ليس الإيمان فقط أو يكفي الإنسان بأن يقول أنه مؤمن فيثبت إيمانه أقولوا ما تسمعون وأستغفر الله لو لكم ونساء المسلمين فاستغفروه سبحانه إنه هو النفوذ الرحمن الحمد لله الحمد لله لا ينبغي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى من تبعه وعلىه بإحسان إلى المدد أم لا يقوله في الثانية وَالسلام يعلم ل 73 وعندما في هذه الى الضمرون يستطيع قعد لهم مشارحة. وكذب الله يستطيع قد أزالك أنه تقوم باستول إلى الشتاء من البعض. ومع ذلك الكبير من البعض فى هذه الأرمام. تحقق أنه لا تزالك أن تستية البيضاء ينشب أن تستطيع أجنب. لا يمكن أن تكون العادة بما على الفترة شكراと حرارة لا لاحقا لا أحدهم أشعر لاحقا لا يبحث في رفضل كيف يتحسين أو يستحقال أو يستحقق لاحقا يستطيع ένα أسخبال وفي محطة وفي اليسان بحث وذلك أي أنها ساعة منناه ساعة من الأعضار وانها تغيطت وطبيعة من الأدراس وزيدة في معنام ويقولون هناك معنا تقولون يقولون يقولون للمتذكر أنك ساعة في محن فزنًا أعلم وعضون الغام نكرم وحب قانا أعاد إعتنان وحب قانا أعادت الله والعام وإن أكبر وألا تخبرت كم ليس أعادت لن نتخبره الله سيحبه يسهر أسرعه أنه يعد الله سبحانه روزيه يوميه ويقضى أنه ليسه يكون له من المحب لا إله تشعره أصبر أصبر لا يعني أنه يقول الله يقولني Он يقولون الله الذي يقولون لا يقولون انتم موجودون صلى الله عليه وسلم يقولون الراسول صلى الله عليه وسلم في الإيمان الإيمان بضعا وسبعون شعب أي فصائل الإيمان أو الإيمان يزيد عن سبعين خصلة أعلاها لا إله بلا الله أي أعلاها كلمة التوحيد حقا وصدقا وليس فقط قولا وإنما إقرارا واستقرار أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إباطة الأذى والحياء شعبة من شعب الإيمان في هذا الحديث يعطينا النبي صلى الله عليه وسلم معيارين للإيمان معيار عال ومعيار أدنى فالعالي هو القول لا إله إلا الله تقال باللساء وتترجم بالجوارح وبالأفعال وعمل إماطة الأذى عن الطريق هنا بين هاتين المرتبتين المرتبة العليا والمرتبة السفلة يمكن للإنسان أن يعرف هل هو مؤمن أم لا سر في الطريق إذا أردت تعرف نفسك أنك مؤمن فترى شوكة أو ترى بسمار أو ترى ورقة أو ترى غير ذلك فوازع الإيمان الذي في قلبك يدفعك إلى أن تأخذها وتجعلها في القمان فكيف علينا بالله أن نكون مؤمنين وإحنا الواحد مننا يخرج المشور يمسح ديفو ويرميه في الطريق يأكلوا يرميه السقف في الطريق يأكلوا يرمي الزبالة والقمانة في الطريق يدير الحجر في الطريق يتمش ويكسر في الإشارات في العلمات هذا في إيمان الرسول يجب أن يقول أضعف الإيمان أضعف الإيمان النقل تنقى الطريق تنظف الطريق تأخذ الآذى من الطريق كيف يمكن إيش أن يتنشف لطوروت ويقل ويخرج يزمن ويرميه ويقولك أن نومن ستنصلي ويشهد ونشور منف ويمسح ويرميه في الطريق أين الإيمان أين الإيمان الذي يدفعك أن لا ترمي القضارات والعذارات والزبالة في الطريق أين هو الإيمان في الطريق في الطريق في الطريق في الطريق في الطريق أين ينضف إذن لكي نختم إن شاء الله فقلنا الدين ثلاثة مراحل ويجب علينا إن شاء الله أن نتذكرها وأن نعقلها وأن نجعلها في قلوبنا الدين إقرار واستقرار واستحذار إقرار باللسان أي إقرار وحدانية الله أي لا معبود بحق إلا الله وكل وغيره باطل لا إله نافية في كل شيء إلا الله تثبت واستقرار في القلب وتطبيق بالجوارح الإيمان ليس قولا والإيمان ليس معربة تقول إني أعرف الله إذن أنا مؤمن فإبليس عليه لعلة الله يعرف الله من يقول لنا أن إبليس لا يعرف الله إبليس يعرف الله يقول خلقتني من نار وخلقته من طير يعترف بأن الله هو الذي خلقته هذه معرفة لله ويقول وَبِعِزَّتِكَ لَأَغْوِيَنَّهُمْ يَعْتَرِفُ بِصِفَاتِ اللَّهِ العزة والكبرياء لله يعترف بها وهل هذا الاعتراف يغنيه من عذاب الله؟ لا هو يعرف الله ولكن ليس فيه إيمان إذن معرفة الله وحدها لا تكفي المعرفة بالعمل كذلك القول وحده لا يكفي أن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله المنافق يقول لا إله إلا الله يقول الله سبحانه عز وجل وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ فهؤلاء يقولون أنهم مؤمنين فيحكم عليهم الإنسان بأنهم مسلمين لأنهم أقر الشهادة ولكنهم منافق إذن المعرفة وحدها لا تكفي وكذلك القول وحده لا يكفي فلابد الإيمان أن يكون إقرارا واستقرارا إقرارا واستقرارا وعملا واعتقادا يكون مترجما بالأعمال فالإيمان يزيد بفعل الخيرات وَتُرْكِ الْمُوَطَرْكِ الْمُنْكَرَاتِ وَيَنْ مُقُسُوْ بِيِرْتِكَابِ الْمَعَاسِيِ وَشْتِنَا بِالْطَعَاتِ يَنْجَا لَا سَرْبُ الْمَعَاسِي برِعُالِنَهِ لِالْتَكَابِ الْمُّسِلِمُسِلِنِيمَا وَمُقِعَأَ تَجْمَ الإِرْتِكَامَ قدمت بِالتَكَابِ لِالتَكَابِ الْمُنْكَابِ لِالتَكَامِ وفيه أثنянًا ؟ كان الهاجمي worried الله يشعر الله أننا نصل على هذه المحومة نحن ن هذا الرغم على من سيرهم وهننا فيما بعد призthestانz الذي ن distanceنا من 걸 عن الأخري؟ سكرنا بين الأخريب والاخريب يمожет في عل m телефон بين شخص يحوا MUR والذي ليس لي cuentا لقال تحم الت stations و يسرأ نكراً جنباره يقف فقال أيضاً لغاية ليست غير الاعرفية أعلم أن الله صغر اللامحين هو وهو كل هذا المعارف أعلم أن الله هو القيام أعلم أنه الله هو الاسبال أعلم أنه الآخر شتان الله صغر يسعى جلبي يقول الله 찢تك ت想لت أنه مخفضة أعلم الذي يري الذي يجبه يوم الله انه تعلم الله لكن لا يسשל أنه ليم نيمكن علم línea بدأساً ذلك دلór عليهمaram عميره لم نحنوح except تتكسر انها Lukcat سوء لاحظة أنه لا تتتققق على أريد أجل لا تتتققق على رتح سيت palette فاונن بدأساً فا moving للمشاهده على المشاهده على المساهد . وليس يؤثر على الإطلاع . لا يتعرفون أن يقوله . المساهدون يقولون . عندما أم ادتعى , تقولون ، وعندما أدتعوا و ادتعوا و أدتعوا و اجدوا و أحضر و ادتعوا . يقولون أن نسوكي نسوكي دولة وحاجة لذلك أتبع بها إنشاء الله وقبل النمور والسلاة يقولون في ثلاثة أشياء أولا la rencontre عامل qui sera demain إنشاء الله demain samedi de 10h à 20h المترجم للقناة 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 مساعدة للفتوسكو المستقبل الجزائي ما هو المحبط المستقبل الجزائي خلال يريد مساعدة تجارية شكراً لكم اشتركوا في القناة